أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ناخد فيها درس جديد وهو درس قانون الطاقة الحركية قانون الطاقة الحركية ده بيدرس العلاق ما بين طاقة الحركة والشغل بيقول لنا احنا هنا ان الشغل الناتج عن محصلة قوة خارجية W في فترة زمنية محددة بيساوي التغير في طاقة الحركة DLTA KE في نفس الفترة الزمنية فممكن يجينا استنتاج استنتج ان الشغل W يساوي التغير في طاقة الحركة KE في نفس الفترة الزمنية انا لو عندي جسم متأثر بمجموعة من القوى المنتظمة خدنا قبل كده ان الشغل W بيساوي سجمة طالما في مجموعة من القوى المنتظمة في الازاحة اللي يتحركها الجسم يبقى W يساوي سجمة F في دلتة X من القانون الثاني لنيوتن اخدناه في الصف العاشر اخدنا ان الF بالساوي الكتلة ضرب العجلة صح؟ نعوض في المعادلة الاولى نقول W بيساوي نشيل الF ونعوض عنها بMA مضروبة في دلتة X ونعتبر المعادلة معادلة رقم واحد اخدنا قبل كده من معادلات الحركة بعجلة منتظمة كنا بناخد فيه معادلة بيقول لنا V final تربية ناقص V initial تربية بيساوي اثنين ضرب العجلة ضرب الازاحة او المسافة دي من معادلات الحركة بعجلة منتظمة خدناه في الصف العاشر طيب لو انا عاوز اخلي الif دلتة X في طرف لوحدة يبها قسم على اثنين في الطرف انا قسم على اثنين تضيح هنا قسم على اثنين هتطلع للمعادلة بالصغة دي V final تربية ناقص V initial تربية على اثنين ودي المعادلة اعتبرها رقم اثنين طيب نيجي نعمل نعوض نعوض من اثنين في واحد يعني انا هنا هشيل دي كده عندي ايدلتة X هشيلها دي وعوض عنها بيه الحد ده يبها اذا المعادلة هتكون W بيساوي الام تنزل زي ما هي وروح شاية للايدلتة X عوض عنها V final تربية ناقص V initial تربية على اثنين طيب نعمل عملية توزيع في الرياضيات عندنا الام هتتوزع على الاثنين والنص اللي هو تحت الاثنين اللي تحت كاننا نصها تتوزع على الحد ديان يبها W بيساوي M نص mv final تربية ناقص نص mv initial تربية طيب نص mv تربية دي خدناها هي طاقة حركة يبها W هتساوي دي هتكون طاقة الحركة النهائية ناقص طاقة الحركة الابتدائية لما بطرح النهائي من الابتدائي ده بيدينا التغير فهنا هيكون key e final ناقص key initial يعني هتوبها delta key e وده قانون الطاقة الحركية الشغل الناتج عن محصلة قوة خارجية في فترة زمنية محددة يساوي التغير في طاقة الحركة في نفس الفترة الزمنية يبها احنا في الاول هنقول الشغل يساوي محصلة القوة في الازاحة من القانون السان يوتن انا عند الاف بيساوي الكتلة في العجلة اشيل الاف هتوبها الكتلة في العجلة في الازاحة من معادلات الحركة بعجلة منتظمة اللي خدناها في الصف العاشر v final تربيع ناقص v initial تربيع ساوي اتنين في الاي في الاكس طيب انا عاوز اشيل الاتنين دي نقسم عليها يبها الاف بيساوي v final تربيع ناقص v initial تربيع على اتنين بعد كده نجح نعوض من اتنين في واحد اشيل الاف بي دلتا اكس واعوض عنها بالحد يبها دابلي وبيساوي m v final تربيع ناقص v initial تربيع على اتنين نقسم ونوزع هتكون نص m v final تربيع ناقص نص m v initial تربيع النص m v final تربيع اللي هي طاقة الحركة النهائية النص mv initial تربيع طاقة الحركة الابتدائية هنطرح من بعضها يساوي التغير في طاقة الحركة إذن هنعرف لو جغل نعرف قانون الطاقة الحركية عرف قانون الطاقة الحركية هنقول له نفس الكلام لسه قالينه من شوية الشغل الناتج عن محصلة القوى الخارجية اللي هو W المؤسرة في جسم في فترة زمنية محددة يساوي التغير في طاقة الحركة ليدلتك إيه في نفس الفترة الزمنية يبه هنا إذن الشغل W يساوي التغير في طاقة الحركة بس لازم يكون في نفس الفترة الزمنية هناخد بعد كده مسائل على قانون الطاقة الحركية بس في الأول ناخد القوانين اللي هتستخدم في حل المسائل نحن قلنا قانون الطاقة الحركية أول حاجة W بيساوي دلتك إيه ده اسمه قانون الطاقة الحركية طيب ممكن يكون مدينا طاقة حركة فممكن أقول إن الـ W بيساوي طاقة الحركة النهائية ناقص طاقة الحركة الابتدائية مثلا ممكن يكون مديني سرعات وطالب الشغل فأقول لـ W بيساوي طاقة الحركة النهائية اللي هي نص M V Final تربية ناقص نص M V Initial تربية فلو طلب مننا الشغل حسب المعطيات يجيب اللي احنا عاوزين طيب لو طلب مننا مثلا السرع النهائية أو الارتفاع الرأسي أو مثلا لو كان في مستوى مائل وعاوز الـ H أو الـ D نعمل إياه نبدأ نفك الطرف الثاني اللي هو الشغل من قوانين الشغل اللي احنا خدنا في الدرس الأول F D QZ C والقانون الثاني M G H M G H غالبا ده اللي نستخدم يبقى فك هنا الشغل وأقول M في الـ G في الـ H في الطرف ده والطرف الثاني نعوض بالموجود لو في سرعات ناخد القانون ده نص M V Final تربية نقص نص M V Initial وفي طرف الأشياء التربية وابدأ عوض بالمعطيات واجب مثلا السرع النهائية أو الارتفاع حراء نركز على بعض الملاحظات لو سمعنا في المسألة كلمة سقط سقط جسم مسكون عندنا سقط جسم زي ما خدنا في الصف العاشر كنا بنعتبر السقوط الحر أن السرعة الابتدائية تسوي صفر والعجلة عجلة الجاذبية الأرضية بموجة بعشرة متر على السنية تربيع طيب لو قلي قزفاء الجسم لأعلى هنا بيتحرك عكس الجاذبية الأرضية فالجي هتبه بسالب عشرة متر على السنية تربيع طيب والسرعة النهائية السرعة النهائية في فينا لعند أقصى ارتفاع تسوي صفر فنركز في هذه الملاحظة طيب ده القانون الطويل أقدر أجيب منه الـ H أقدر أجيب منه الـ في فينا طيب لو كان مدينا مثلا عاوزين نختصر القانون نختصر القانون طالب السرعة النهائية أو الارتفاع وكان مدينا هنا أن الـ V الابتدائية بصفر أهم حاجة في الحالة ده إذا كانت السرعة الابتدائية بصفر وعاوز أختصر القانون الطويل ده ممكن استخدم قانون مختصر بس لازم في الأول أكتب قانون الطاقة الحركية الـ W يسوي دلتا كي ايه أروح كاتب هنا أنا مثلا عاوز السرعة النهائية أقول له الـ V final يسوي جزر 2NGH من هذا القانون تقدر تحسب السرعة النهائية أو تقدر تحسب الارتفاع بس تكون السرعة الابتدائية بصفر بس أول حاجة نكتب أنه W يسوي دلتا كي ايه لأنه بيقول لك مستخدما قانون الطاقة الحركية طيب لو كان في مستوى مائل زي الدرس الأول فيش مشكلة لو مستوى مائل كده مستوى مائل مستوى مائل هنا زي ما قلت لك دي دي وتر وهنا اتش ارتفاع وغالبا الزاوية من تحت وتحرك من ايه راح لبي قلت لك في المسائل دي على اساس نرجع للقانون ده MGH لازم اللعب كله فيان في الـ H فلازم اجيب الـ H اجيب الـ H ازاي الـ H هي عبارة عن D sine theta الـ water sine الزاوية وبعد كده عوض في نفس القانون اقدر اجيب السرعة النهائية او اقدر اجيب اللي انا عاوزه الـ V final بتكون ايه 2GH بس لازم تكون السرعة الابتدائية بقام بصفر في الحالة سواء ارتفاع عادي رأسي او مستوى مائل زي كده اقدر اجيب السرعة النهائية من قانون جزر 2GH ماشي ممكن واحد بدل من حله على خطوطان نقول 2G واشيل الـ H اقول D sine theta على طول براحتك او تستخدم القانون العام اللي احنا قلنا عليها MGH H يساو نص مي في فينا التربية ناقص نص مي في انيشيا لها تربية تمام يبقى عندنا ها القوانين للاخر هناخد المثال رقم واحد صفح السبعة وعشرين مثال واحد صفح السبعة وعشرين بيقول ان ايه في المثال استخدم قانون الطاقة الحركية فلازم ابدأ بقانون الطاقة من الحركية لإيجاد سرعة كرة يعني عاوزين نوجد سرعة كرة سقطت من سكون يعني هو عاوز السرعة بس الكرة سقطت من سكون قلنا سقطت من سكون يعني السرعة الابتدائية سو صفر وعاوز السرعة يبقى عاوز السرعة النهائية من ارتفاع خمسين سنط الارتفاع هنا اتش وخمسين سنط يبقى حول من السنط الى المتر خمسين عالمية هيساو كمص متر عن سطح الارض لحظة ارتضامها بسطح اهمل الاحتكاك انه ما فيش احتكاك واستخدم عاجعة الجاذبية الارضية بعشرة متر على السنية تربي انا اقدر احلها بطرقتيان طريقة طويلة وطريقة مختصرة انا هنا الجسم بدأ من السكون وعاوز السرعة النهائية يبقى هو طالما قال استخدم قانون الطاقة الحركية اقول له دابليو لازم اكتب سو دلتا كي اي واختصر الكلام طالما انا عاوز هنا السرعة النهائية ممكن اقول في فاينال يساوى على طول جزر اتنين جي اتش انا كتبت ان استخدم قوة الطاقة الحركية استخدمته وروح تقياه معوض مباشرة الفي فاينال وروح اقول هنا الفي فاينال بيساوى جزر اتنيا في عشرة في الاتش بكام بنص هيطلع معانا السرعة النهائية بوحدة المتر على الثانية تقريبا تلاتة فاصلة واحد ستة اتنيا متر على الثانية يبا هنا ده على طول بس لازم استخدم قانون الطاقة الحركية طب لو انا عاوز احلها بالطريقة الطاقة طويلة شوية مفيش مشكل برضو استخدم قانون الطاقة الحركية اقول له سوى دلتا تمام افق ده ام جي اتش افق دي مص ام في فاينال تربيع عشان اختصر ماقص نص ام في انيشيال تربيع ونبدأ نعود هنا هتقول لي طب يا استاذ ما فيش كتلة ما انت في الرياضيات لازم تكون كويس هنضيع الكتل مع بعض ضيعنا الكتل طيب عندنا هنعود الجي بعشر الارتفاع بنص يساوي نص الفي فاينال دي مجهولة خليها اكس تربيع ماقص نص ضرب السرعة الابتدائية بصفر تربيع وتعود بطريقة الالحاسبة هتطلع معاك الفي فاينال نفس الرقم 3.162 متر على الثانية يببه براحة يببه في الحال تي اللازم تبدأ بقانون دابليو يساوي ديل تكي بعدها نتعود بالقانون المختصر او بالقانون الطويل ويه واتطلع الناتج مسألة اخرى مسألة واحد صفحة 27 اللي هي في الهامش يقول انزلق جسم انزلق جسم من سكون برضو انزلق من سكون يببه السرعة الابتدائية تساوي صفر طيب من النقطة ايه على المستوى المائل يبه احنا هنا ممكن ترسم الرسم معروف مستوى مائل كده اتحرك من النقطة ايه راح للنقطة بيه زاوية مائله مع الافق ده الافق الزاوية هنا 30 بس زاوية من تحت ليصل الى النقطة بيه ومدينا ال اي بيه اللي احنا بنسميها الوتر اتنين متر يبه هنا ال دي اللي هي واتر اتنين متر ومدينا الزاوية 30 درجة يقولنا احسب سرعة الجسم عنده النقطة بيه نعاوز السرعة النهائية مستخدما قانون الطاقة الحركية وباعتبار عجلة الجاذبية الارضية بكام بعشر نفس الحل بتاع المسألة اللي فاتت طالما قال لك مستخدما قانون الطاقة الحركية يبه لازم اقول دابليو بيساوي دلتا كي وهنا مستوى مائل مستوى مائل فاول حاجة لازم اجيبها ال H لانه هو ممكن يطلوبها مطلوب منفصل اعاوز ال H اجيب ال H كده على جنب واجل اللي هو الواتر سين الزاوية لان الزاوية من تحت الواتر باثنين سين 30 هيطلع معانا بواحد متر يبه ال H بواحد متر بعدا نعوض في القانون نعاوز في فاينل في فاينل بيساوي اتنيا نجي H ونعوض اتنيا في عشرة في ال H بواحد هيطلع معانا السرعة مقدرها كام ال V فاينل او ال V عند ال V هتطلع معانا تقريبا اربعة لها جزر عشرين اربعة بوينت اربعة سبعة متر على السنية عاوز تحلها بطريقة اخرى ما فيش مشكلة برضو هنكتب الخطوطيان اللي هو لازم نقول W سوى دلتا كي اي ولازم تجيب ال H اللي هي D سين سيت هنروح جايبينها زي ما جيبناها برضو اتنيا سين تلاتين هيطلع معانا بواحد متر بعد ان نعوض في القانون الطويل ان احنا هنقول ال W هنفقها M G H التغير في طاقة الحركة نص M V تربية ناقص نص M V تربية ونعوض عندنا احنا هنا ال M مش موجودة نضيحها عاشرة ضرب الارتفاع نجبته هو بواحد نص اللي هو ال V B مجهول ناقص نص في السرعة الابتدائية بصفر لان قال لنا من سكون طالما قال لنا من سكون انزلقها من سكون او سقطها من سكون بس سرعة الابتدائية بصفر هنعوض هيطلع معانا ال V final نفس الحكاية 4.47 ضرب متر على السن يب اي طريقة براحتك يمشي الحال هنأخذ هنأخذ مسألة اثنين صفحة 27 في الهامش برضو ويقول ان الهامش قزفاء جسم كتلته 200 جرام رأسيا لأعلى طالما قزفاء يبا نعرف عجلة الجاذبية زي ما قلنا بسالب 10 متر على الثانية تربية جسم كتلته يبا الكتلة هنا بالجرام نحولها للكيلو جرام أقسم على 1000 على 1000 تطلع معنا بزيرو بينت 2 كيلو جرام من النقطة ايه مثلا هذا النقطة ايه رأسيا بسرعة ابتدائية السرعة الابتدائية هي 20 متر على السنة ليصل في غياب الاحتكاك إلى اقصى ارتفاع قلنا ما نسمح كلمة اقصى ارتفاع يبا السرعة النهائية تسوي كام صفر يبا الفي عند البي او الفي النهائية بصفر لان قال لنا اقصى ارتفاع اقصى ارتفاع يبا السرعة النهائية بصفر طيب هو تحرك من ايه راح لبي كده طلع لبي هنا لها سرعة ابتدائية ولها سرعة النهائية بصفر عاوز اول حاجة الطاقة الحركية للجسم عند النقطة يعني عاوز طاقة الحركة عند النقطة طاقة الحركة طاقة الحركة قانونها سهل اللي هو الkey سوية نص mv تربيع فاحنا هنا عند الايه هنسميها هنعتبرها initial initial طيب بطاقة الحركة بتساوي نص الكتلة باثنين من عشرة في السرعة الابتدائية عشرين تربيع هتطلع معنا طاقة الحركة بوحدة الجول هتطلع معنا تقريبا 40 جول طيب بعد كده عاوز الطاقة الحركية للجسم عند النقطة بي يعني عاوز طاقة الحركة النهائية ما فيش مشكلة هي سهلة بس احنا نحسبها ke final سو ms mv final تربيع هي طبعا السرعة عندي بي بصفر فطاقة الحركة بصفر بس هنقول هنا عشان تفهم نص الكتلة في اثنين من عشرة في السرعة النهائية صفر تربيع هتطلع طاقة الحركة النهائية بصفر جول طيب بعد كده بيقولنا عاوز المسافة التي قطعها الجسم في غياب الاحتكاك المسافة هي المسافة الرأسية المقصود بها h مسافة الرأسية المقصود بها h طيب احنا هنا نقدر نختصر الكلام ونقدر نطول الكلام عندنا احنا هنا لو بصينا في قانون احنا قلنا w يسوي delta ke افك القانون دي على السريع اقول يا mgh لان المستخدم عن قانون الطاقة الحركية نص mv final تربية نقص نص mv initial تربية طيب تعال عاد نعود بالراحة كده نركز وما نستعجلش عندنا الكتلة بتنم من عشر عجلة الجاذبية هنا ما ننساش بسالب عشرة المسافة الرئاسية اتش عاوزينا نص الكتلة بتنم من عشر في الفي final صفر تربيع ماقص نص بتنم من عشر في السرعة الابتدائية بكام بعشرين تربيع يبا هنا اكد على حاجة اني لازم تكون عجلة الجاذبية الارضية بسالب عشرة سيطلع معنا الحل مزبوط سيطلع معنا الاتش اللي هو الارتفاع الرأسي بعشرين متر يبا في الاول حسبنا طاقة الحركة من القانون العادي نص ميفي تربيع طاقة الحركة من القانون العادي بعدان روح تفقيات وممكن كنت تستخدم عوغول الو بيساوي كي اي فاين ناقص كي اي نيشل وعوغ وجي بعاد خالص بس لازم الناحية التانية ام جي اتش ولازم تكون الجي بسالب عشرة عشان يطلع معنا الارتفاع مزبوط بكده نكون خدنا الدرس التاني اللي هو قانون الطاقة الحركية المرة الجاية ان شاء الله تعالى هنبدأ في الطاقة الكامنة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته